طب دلوقتي الحرب شغالة بين إسرائيل والفلسطينيين نشغل الناس بإيه؟ نوديهم حتة تالتة إيه الحتة التالتة بقى؟ أنا هقولك دلوقتي السوشيل كله مشغول دلوقتي بالحرب المشتعلة في غزة وتصعيد القصف الإسرائيل على القطاع فجأة بقى نبعد الناس عن القصة دي خالص لجاني السيسي هيه اللي تقوم بالمهمة دي لجاني السيسي شغالة فوادي تاني تطلع هاشتاج اسمه السيادة المصرية ليست مستباحة الله إيه لقطة السيادة المصرية ليست مستباحة؟ عشان نروق بس الفكرة الحرب دي مش بتاعتنا أصلا فجأة لقينا السوشيل ميديا انفجر بمئات التعليقات والتغريدات من لجان إلكترونية بتتكلم عن الموضوع زي ما كتبت اللجنة جميلة الاحتلال الإسرائيلي بيسعى إلى المدار الصراع على توطين أهالي غزة في سيناء وبكده يكونوا عايزين ينجحوا مخططهم وخطط الإخوان قبل كده شكلهم ما يعرفوش إن اللي يفكر يلمس أرضنا جيشنا بينسفوا جدع جميلة وابتدى كتير من اللي جان تلعب على نغمة إحنا مصريين مش فلسطينيين ومناش دعو بيهم واللي عايز يحرر فلسطين يا جماعة يتفضل يحررها زي اللاجنة سلوة اللي قلت لك إحنا مش فلسطينيين إحنا مصريين يا جماعة نتعاطف ونساعد الفلسطين في قضيتهم فقط وبقدر مستع لكن بالنهاية وعندما يتعلق الأمر بالأوطان يبقى إحنا مصريين وبس واللي عايز يحرر فلسطيني يتفضل يروح يحارب معاهم ويحررها إحنا مش منعينهم استنى على سلوة تعالي يا سلوة أقول لك والنبي ما يبخل عليك بالمعلومة دي سلوة كلامك محترم جدا بس هو يا سلوة سؤال صغير رفيع كده صغير ولما حضرتك السيسي دخل ليبيا وقال سرت الجفرة خط أحمر سرت اللي هي جوه ليبيا ما سمعناس صوت عظمتك ليه اتكتمت يا سلوة دلوقتي لما السيسي دخل بقواته ليبيا وقال سرت سرت مش غزة ده غزة دي لو رميت الطوبة تنزل في غزة سرت دي جوه ليبيا خط أحمر وأمن قومي ما قلتيش ليه الأوطان ما لناش دعوة وإحنا مش ليبيين آه يا ولدل لكن نشاطات تانية ردوا عليهم وقالوا لهم هي مش مستباحة فين بالزبط وجابوا لهم تاريخ تنازلات وهزايم السيسي كلها زي ما عمل صاحب الحساب ده كده صاحب الحساب ده قال لهم السيادة المستهلة ليست مستباحة في الوقت اللي جان بتاعت الاسيسي كان بتكلم عن تهجير أهالي غزة كان ذي حاملة من الإعلام الإسرائيلي لترهيب أهالي غزة وتخوفهم ودفعوهم لدخول مصر وده اللي كتبوا الصحف الإسرائيلي قادي كوهين بيقول لهم يا سكان غزة وبيقول لهم كده يا سكان غزة اغربوا إلى مصر وانقذوا حياتكم وحياة أساركم اذهبوا إلى مصر حماس اختارت التضحية بكم وبمنازلكم كرماً لإيران ما تسكت يا إيدي إذا انت كنت من يومين لا يعني عايزك تجيبلي لا إذا كنت هتقدمني بقى قبل ما نطلع نشوف الضيوف وعايز تقدمني يا بودي هاتلي خريطة سيرت خريطة ليبيا عشان اللي زي سلوة تكتم وهاتلي برضو الفيديو اللي عندك اللي يقعد يقول لك أصل غزة احنا مناش دعو بغزة احنا مصريين مش فلسطينيين تبو كانت سيرت إيه طبع مصر سيرت تبع البحر الأحمر دي سيرت جوه ليبيا هجيبلك دلوقتي إهداء لك انت يا سلوة ولأمثالك خريطة ليبيا عشان تعرفي ان لما بنتكلم على غزة مناش دعو بقصة فلسطين وبتاع بصدق من قوان مصري خليني بقى هتكلم على إيدي كوهين اللي كان من يومين الحقيقة وشه عكر وأصفر وطلع النهاردة عامل فيها بتاعها مقات التعليقات ردت على إيدي كوهين آه هجاب لي خريطة يا سلوة حد يكلم سلوة يا جماعة آدي ليبيا هي لأ انزل شوية يعني آيوة زوم زوم كمان بس آدي مصر يا سلوة أوكي ودي حدود مصر الخط ده الحد الفاصل ما بين ليبيا ومصر كبار لي بقى هاتي سيرت فين عشان نورع لأخت سلوة يعني يعمل زوم 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 لحد سيرت آه سيرت آيوة شوف كمان 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 شوف يسيرت فين يا سلوة سلوة يا سلوة شوف يسيرت فين يا سلوة لحد ما يجيب لي بس سيرت أو ما توقف عندها هنوقف عندها آهي سيرت هي سلوة يعني بص سيرت فين يا خبرة بيد يا سلوة مش سيرت هنا أهو هات بقى أنا هحطي دي كده اعمل زوم قوة لسلوة لسلوة بس كمان 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 لحد بجيب حدود مصر كمان لحد بجيب حدود مصر بص يا سلوى بس وقفنا شايفة حدود مصر فين يا سلوى شايفة سرتي فين يا سلوى شايفة سرتي فين شايفة اللي بين مصر وبين سرتي قد ايه خليك بقى زي ما انت اوقع تروح حد شايفة يا سلوى اللي بين مصر وبين غزة يا سلوى لما قال الجعار ان اخرنا خط سيرت الجفرة ما سمع ان اكوش بتقول له احنا مش لبين ليه بس لما يجي يقول غزة يقول لك اصلاح احنا مش فلسطينيين اسمعك يا سلوى صوت الجعر بتاعك وبيقول سيرت بس حط في ذهنك ادي خط حد مصر هو وقادي سيرت اهي بصي الحد قدي بصي قدي يا سلوى اسمعك بقى الجعر بيقول ايه اسمعي كده اسمعي سيرت الجفرة ده امر بالنسبة لنا خط احمر بس ما سمع نكونش ليه يا ولادي الهرمة بتقولوا احنا ايه اللي جابنا لسيرت احنا مش نبيين بس لما نيجي لغزة اللي هي بينها وبين مصر بوابة احنا مش فلسطيني يا جامعة مناش دعوة اذا اعتبرنا يا سلوى ان اللي كان بيحصل في ليبيا شأن داخلي ليبي ما بين غرب ليبيا وشارق ليبيا فاحنا مناش دعوة احنا مش ليبيين واذا اعتبرنا ان اللي بيحصل بين الفلسطيني والاسرائيليين شأن داخلي احنا مش فلسطينيين ماشي بس يبقى بقى كنت تقولوا لجعر انت ايه اللي واداك سيرت احنا مانا ومال سيرت بجوفرة عيب عليكم والله ربنا هيحسبكم اول ما هيحسبكم على الجزمة اللي فوق كتافكم الاسماء المخ مئات التعليقات ردت على الاخ ايدي كوين مئنها حساب باسم عمر اللي قالوا بيهربوا دلوقتي تلاقيهم في مطار بنجوريون مش فلسطينيين اهو قالوا هذا عشم ابليس نحن شفنا من الذي يريدون الهروب وذهبوا لمطار بنجوريون بعد ضربات المقاومة انت وهامان سبعين سنة من الاحتلال انت وهامان سبعين سنة من الاحتلال والهروب ما هربوا بيهربوا الان انت بس توسط عند الحكومة عندكم ووفروا للناس اللي بمطار تلاقيه بتغيران بسرعة لانهو منزعجين خالص ويرودين الهروب من اسرائيل وما مفروض عملوا مواطنيكم بهكذا طريقة الفلسطيني ما بيهرب من المواجهة وانت عارف كويس والعلمك هم ممكن يغربوا في اتجاهكم انتم ويقاتلوكم اذا لم توقفوا انتم عدوانكم واحتلالكم